فلنبدأ مذاكرة ماذا؟ الساعة الثانية عشرة وأنا لم أنهي سوى صفحتين ياربي ماذا أفعل؟ لماذا أنا بطيء هكذا؟ صديقي لماذا تبدو بهذا الحزن؟ لقد أمضيت سنوات طويلة في الدراسة ولكن لا يبدو أنني أحقق أي تقدم أشعر أنني فقدت الأمل أعلم ما تشعر به الدراسة قد تكون مرهقة وتستغرق وقتا طويلا ولكن لا تستسلم الآن قد يكون لديك القدرة على تحقيق شيء عظيم أعتقد أنك تجاوزت الكثير من الصعوبات في رحلتك الأكاديمية ولكن يبدو أنك تشعر بالإحباط الآن هل فكرت في تغيير اتجاه دراستك؟ أنا لا أعلم ما إذا كانت الدراسة هي الطريق الصحيح بالنسبة لي أشعر أنني قد فقدت طموحاتي وأحلامي أعلم أن الدراسة قد تكون مرهقة وتثقل على القلب ولكن تذكر لماذا بدأت في الأصل؟ لأن هناك شغفا يدفعك ولكن ماذا لو كان شغفي قد تلاشى؟ الشغف ليس ثابتا قد يتغير مع مرور الوقت وهذا أمر طبيعي لكن هل جربت استكشاف ميدان آخر؟ ربما ستجد شغفا جديدا ينير طريقك ابحث عن مصدر إلهام جديد في المكتبة ربما تجد كتابا يعيد إشعال شرارة الحماس فيك ربما تكونين على حق ربما لا يجب علي التخلي عن الدراسة بل أنني بحاجة لاكتشاف نهج جديد وملهم بالتأكيد وهناك الكثير لاكتشافه في رحلة العلم والمعرفة لا تدعي الإحباط يسيطر عليك فأنت تمتلك القوة لتحقيق أي شيء تصب إليه شكرا لك على دعمك سأواصل الدراسة بعزيمة جديدة وسأسعى لاكتشاف شغفي من جديد أن الحياة الأكاديمية قد تكون تحديا وقد تواجهنا فيها الكثير من الصعوبات والإحباطات ومع ذلك فإن الاستمرار في التعلم والسعي لتحقيق أهدافنا قد يفتح أبوابا جديدة ويعيد لنا الأمل والسعادة أترككم مع الأستاذ الفاضل جيو ماجد إمام بصة باش أنا دلوقتي يعني متدايق أنا متدايق وكالعادة لما يكون مبسوط بقول لكم يعني إيه بقعد أحفزكم بكلام حلو جميل ويكونوا واقعي مش بططب عليكم ولما كون متدايق بمتدايق عشانكم وبسببكم وبطلع برضو لجوايا بحضفوا في وشوكو زي طوب كده فأنا طالع دلوقتي متدايق فمش عدد أتحكي ويشك بقى وقول لك أهلا مفيكو ترابحي في كل مكان في الجوء مش هقول لك كده هقول لك لم مادة ولم نفسك وعدت شهرين دول على خير وعدت للك السمدي على خير سمي الله بقى صلى الله على رسول الله انت ملك يا جوف ايه ركز معاي أنا دلوقتي مش مش جاي أقول لك كلمتين وخلاص ولا جاي أحفزك ولا جاي لأ أنا في حاجة في جواي عايز أقولها لك فافهم بقى الله يا سترك دلوقتي يا باشا أنا بلاحظ أن في ناس إيه بدأت تصيح زيادة آخر شهرين من المذاكرة تعبنين كسلنين طب تألنين في رمضان طب في حاجات فيتانة طب قلقنين زيادة طب فاهم اللي هو إيه مش عارف فني متوتر ليه طب يجيوا انت في الحصة العادية كنت بتنزلنا الحصة ساعة دلوقتي الحصة مثلا بتنزلها لنا ساعتين طب ليه احنا مش ورنا يا مواد تانية بقولك إيه سمي الله صلى الله ركز بقى معاي أول حاجة باشا السنة بتخلص ودائما كنت بقول لكم تعبنا كتير يا أبطال وبكميني مع بعض المشوار أنا عارف أنك تعبته وابوك اللي جنبك عارف أنك تعبت وامك اللي جنبك عارف أني تعبت أنك تعبت وانت تعبت جرتك اللي اللي سجاء على دوقتي عارف أنك تعبت وبدخالي تقريبت عمتك اللي في اللي هند عارف أنك الكوكب كله عارفناك مفروم خلاص عارفنا انت تعبان مش باتارية انت فعلا تعبان وانت فعلا متمرمطة والنفسية زيفت ماشي وتعبت كتير وألم السنوية ماشي سنة محورية في حياتك ماشي بس مش كل حياتك فخلناها وقعين مع بعضك عشان خلاص اللي ده على خير من الآخر انت متمرمط على عين وراسي انت تعبان على عين وراسي بس السنة بتخلص جيهم هو اللي موطرنا بتخلص معاك شهرين تقلي بالدنيا ما أنا مش قادر باشا تسمي الله صدع رسول الله ركز معاه أنا قلتلك اعمل اللي عليك قد ما عليك ولا عليك قلتلك خذ بالأزباب ويسيبها لمسابل الأزباب قلتلك انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن نتيجة قلتلك اخر شهرين هتأخرك يعني سيبها لله واهم حاجة تطلع السنة دي وانت متطمن وردع عن نفسك اهم حاجة وربنا ردع عنك ربنا اللي شايف تعبك قلت كل الكلام ده صح صح طيب في نقطة تانية ركز مع الله يا بارك لك انا دلوقتي مش متعودة زاكر او خلاص طقت خلصة او بجد بجسم واجعني او بجد مش عارف ايه زروف مش مساعدني في بيتي لنا يا زاكر في حاجة جملة انا فاكرها من السنوية العامة بتقولك ايه نو بين نو جين نو بين نو جين مفيش ألم مفيش عظمة مفيش ألم مفيش ربح مفيش ألم مفيش مكسب والعظمة اللي هو واحد وركز معي اقسم بربي انا بطبقها من السنوية لحد دلوقتي في حياتي ركز معي يعني انت يا جو طلعت دكتور ما انت مدرس انت عجبت الطب 100% يعني لا كنت جاي بمجموع يدخلني فعلا كل انا عايزتها كلية هندسة ما انا كنت اظهر وكان عندي هندسة وصيدلة عادي وكل حاجة وكل ده متاح فكان عندي فعلا المجموع اللي انا كنت عايزه وكنت هدخل اللي انا عايزه بس عشان ظروف كده يعني الاسررية والديتك التعبانة وقعدت معاها فأجلت سنة ودخلت قصة كده مش بتاعتنا انا عايزه احكالك بعدين وقعدت مع بعضنا في الاخر بس كنت عامل علي وطلع رضي عن نفسي ولو رجع بها الزمن تاني عامله مرة واثنين وثلاثة وعشرين المهم الجملة مفيش قلم مفيش عظمة والعظمة اللي واحده مفيش مكسب انا نفسي ركز معاها فوق هديك مثال يعني باللي انا بعمله انا بعيشه في حياتي الفترة اللي فاتت احنا في عشر اخي في رمضان نفسي اصلي تحجد ونفسي اختم القرآن ونفسي اصور لكم وانا تعبان والكلام دي كون اصيم ونفسي كمان اروح جم فانبارح رحت انا مش قادر اقسم بربي حرفين مش قادر حتى عيني ساعات ببنى عليها مرهك او متبهدل والله 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 ببقى ساعات مش قادر اقوم منع السرير بس بافتكر الجملة دي فعلا نو بين نو جي مفيش قلم مفيش عظمة مفيش نجاح ما هو انت عايز تنجح ازاي ايه اللي هيميزك بشا ايه اللي هيميزك عن غيرك ان دا استحمل شوية تعب وانت مستحملتش او ان ان دا استحملت والتاني مستحملش صح كده طب تفتكر ايه اصعب حاجة في يومك انك تقوم منع السرير ايه اصعب حاجة في يومك انك تقوم منع السرير مش انك تزاكر وتعاف لا 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 انك تقوم منع السرير بس يعني الفكرة كلها مش في القرار لا انك تقوم منع السرير بس كل ابن مرليمين تعبنين مكسلين مرهقين قمت من على سريرك واستعنت بالله عز وجل خد بقى شوار سائع ما بعرفش اشرب قهوة باشرب اهوة نام اتنيل على عينك اعمل اي حاجة اعملك ايه يعني اعمل اي حاجة بتفوجك وما تذكرش على السرير فوق نفسك زوق نفسك يا جماعة محدش هيندم على تعب عمله بس هنندم على تأثير اثرناه انا مش هتعب ان انا ذكرت مش هتعب ان انا ما كنتش بنام مش هزعل وبعدين ومش هندم ان انا ما كنتش بشوف صحابي وقت شغلي ووقت دراستي مش هندم بعدين ان انا كنت ما كنتش بخرج واروح افراح واروح اعاد ميلاد ولوف لوف وشايت مع صحابي على الواطس لكن هندم على العكس هندم على تأثير هحيث ان انا قليل قدام نفسي هحيث ان انا قدام اهلي هحيث ان انا قليل قدام كل الناس وقدام ربنا سبحانه وتعالى ما عملش اللي علي مش قليل عشان ما جبتش تجيب ما تجيبش بتاعت ربنا خد الكلام بقى من الخلاصة تجيب مجموع ما تجيبش مجموع بتاعت ربنا ربنا كده كده يعني وفي السماء رسكوكو ماما يتوعدون كاتب لك رزقك وهيرضيك وهيرضيك على قد تعبك المال المهم ايه المقياس ايه اللي قولي ان انا اكون كويس قدام نفسي واهلي او مش كويس على اساس ايه تعبك طب السنة بتخلص اقسم برب الشهرين دول تقفل الدنيا يا جماعة ومش كلام تطبيل السنين اللي فاتت ناس بدأت في مراجعات ولمت الدنيا باشا مراجعت انا وخليها شهادة حق قدام ربنا مش بطب لنفسي بقولك الواقع فضل ربنا بالله عليك انت لو ذكرت معاها اول بالو في المراجعة ما تفرمش الجيولوجيا اقسم بالله تفرمها وتلمها وتجيبها في شوية ليه بنشرح بالتفصيل كل كلمة تاني وبحل عليها من كذا مصدر تاني وبذاكر لك تاني طب ما شفتش حاجة قبل كده بنزل لك حاسس مجمعة لو انت عايش شفها تاني معاك فرصة ده دليل واقع ان معاك فرصة بس ضغطك شوية بنزل لك ثلاث حاسس في الازمع شوية ايوة يا باشا ايوة ما انا بقولك ما انا بقولك ما انا بقولك ما فيش عظمة من غير تعب انا كنت بس انا باتمرن في البتاع يعني مش وقت بقى تمرين ما اتركز في مستقبلك والطلبة ومش اعرف ايه وبتجوز بفرش شائتي وطلع عين اهلي بمنامش خالص مش لازم بقى التمرين كمان مررها بعدين يعني شمعنا رضا جد دلوقتي انا حاطت لنفس تارجت انا عندي هدف انا قلت هعمل كذا هعبد ربنا كويس وقرق قرآن ولعب رياضة وهخلص حوار جوازي ووفرهم المراجعة النهية من افضل مش هقول افضل حد بس من افضل مراجعة على مستوى الجمهورية انا عندي تارجت انا عندي حاجة عايزة اوصليه يبا لو جللت عنها هتساوب غيري ما هو انت عائل هالي عائل هالي الله يسطرك المقدمة تؤدي النتيجة علمونا في الكيمياء اللي نفخها حضرتك سامحني المتفاعلات تديك نواتج غيرت المتفاعلات تتغير النواتج انت تديك طاقة وبور على قد طاقتك وبورك هيكون في نتيجة طب قللتها شوية سنة اتغفر وجعني ويعندي مخص في حواكبي وصبح رجلي الصغير اتعطر في الكوميديين حى انقوينهổ segments مش بتفه من اسباب تعبك انا اعرف ان هفza ناس تعبانا بجد وفي ناس موردة بجدي ربنا شي فيها وإجفزات كل الناس يا رب العالمين وفي ناس تذاكر في السرير وفي ناس تحس بهبوطه دوخة وفي ناس عندها وصواس كهري موترها غصبا عنها وفي ناس متوترها وفي ناس اهلاها مش مساعداها وفي ناس اهلاها موتراها وفي ناس اهلاها شغلاها اقسم بروби يعتمون وله د спасلة بس سيحات الأعزار دي كلها اكتبالي في الامتحان الأعزار دي كلها اكتبالي في وقت الامتحان آخر السنة وخليها تنجحك الأعزار دي كلها ربك اللي شايفه مطلع عليه طب اعمي ليه بقى يا جي وانا عندي كل المشاكل دي سوبرمان انا لا اجتهد على قدر استطاعتك رب القلوب مطلع على قلبك بس خلاص ركز معاي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بس هات وسعك ما تستعباتش يعني ده وسعي هو اتمنى مشغول بكذا حاجة ومتعبان ومرهك وآهلي لا مش وسعك مش وسعك انت كل كل الليفل بتطلع فيه بتكتشف حاجة جديدة ملخص الكلام يا جماعة عشان ابدأ سمي الله صلى الله رسول الله فوق معاي انا متضايق من الناس اللي بتفكر اوفر في الامتحانات غصبة عنك عارة بس حاول تقلق ده رقم واحد متضايق من الناس اللي بتستطول وقت الحصص في المراجعة جي وانت كنت بتدينا حصة واحدة ساعة بان ليه بتدينا مراجعة حصة ساعتين او ساعتين ونص باشا فيه غيري بتديكسيت ساعات شباح ساعات عاد دي مراجعة وما تستعبطش وما تستعبطيش قاعدين في البيت في البيت بتزاك مش بس تدفه بتتعب والله وكتوله النهار مدرسين ونوتس وكتابة يا باشا والله العظيم حقك على راسي وكلنا شايفين وكلنا شاهدين وربك شايف وانت لازم تكون فخورة عن نفسك انا بتعافر ولكن مش بتنزل سلطر مش بضيق وقت كتير هنا في هنا وانت في البيت يا جماعة بصوا يعني دي بانوتة مش بيصدقها يا جيو انا خلصت تراكمات شهرين الحمد لله بفضل ربنا وصبح فضل مجهودك معانا يا جيو احساس حلو بجد ان مش مراكمة ربنا وفقك باب باب قلوب كتير حمراء اشاهد من كلام ايه خلصت تراكمات شهرين ده نموذج شوفوا بقية الكومنتات فيه ناس بتقعد كده فعلا بتشوف حاجات كتير وتخلص وتنجز ركز بس عشان ننجز في الليلة دي معافرتك ومذاكرتك ومجهودك بالله عليك انت عندك على يمينك ملك بكتب الحسنات وعلى شمالك ملك بكتب السياد فوق مذاكرتك وتعبك سواء بقى فهمت ما فهمتش صعبة سهلة بتعافر بتتكتب في اليمين في الحسنات ولا تكتب في السياد في الحسنات ما هو ده شغل ده مجهود ده مسؤولية قدام ربنا ده سعي ده اعمار في الارض ده طلب علم ده كده رفع درجات كمان لما تقابل ربنا هتلاقي ده موجود فانت بتتفحش نفسك انا مش اعرف ازاكر ومش مستوعب فيزياء وقفت معايا فنفتح واتسابة لا فوقك يا باشا بالواتساب فيزياء وقفت معايا خش في الفصل اللي بعده الباب اللي بعده يخش في مدة تانية الشهرين دول اقسم بالله اقسم بالله وانا صايم تقدر تغير فيهم كتير جدا تغير في مجموعك تغير في نفسك الرادي والمطمئنة تغير في رضا ربك عنك تلم حاجات كتير زي ما غيرك عمل اهلك يشوفوك اهلك يشوفوك وانت تكون شايف نفسك ان انت عافرت وفرمت نفسك اخر شهرين ما تكلش ما تنامش ما تخرجش اعمل لعليك اعمل لعليك بجد مش هتطلع للمرة الاخيرة ندمان على تعبك هتطلع ندمان على تأثيرك والسنة بتخلص اللهم باللاخت اللهم ما فاشهد ربنا يرضيكم ويرضيكم ربنا يسر عبركم ويسعد لكم وحاق احلامكم وفرج عملكوا قولوا امين تعبنا كتير يا ابطال تعبنا كتير تا وريد تعبت وريد تعبت وريد نفخت تعبنا كتير يا ابطال ومكملين مع بعض المشوار